بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرسني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سنيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي عين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرخيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صغما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ذنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له لكم فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنزرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراقاً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق علياً واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً ونابيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ندياً ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من من هذينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سزدداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولغوا رزقهم فيها بكرة وعشياً تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً ويقول الإنسان آل ذا ما ميت لسه فأخرج حياً أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسياً ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم نند الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسياً وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاناً وأحسن ندياً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورياً قل من كان في الضلالة فليمدد لهم الرحمن مداً حتى إذا رأوا ما يوعبون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعى فدوداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالاً وولداً أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عداً كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ونرثوا ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدداً ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزاً فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى ذهنم ورداً لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عداً وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتموا شيئاً إداً يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هرداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لداً فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتوزر به قوماً لداً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً